نبدأ بمين؟ نبدأ بريكاردو مسكاتيلي لأن فيهم أخويني وبالمناسبة من ضمن المفارقات أنه في أكتر من لعب أكتر من ثنائي أشقاء موجودين ممكن يكونوا موجودين في نفس النادي وممكن يكونوا موجودين في عنديها مختلفة لكن بيبقى سهل جدا أنت لما تروح تستقطب اللعيبة دي تقدر تجيب الثنائي الأخين لما تجي تحاول تعمل لهم أو تحللهم مشكلة قبل ما أخش بس ونبدأ نتكلم على ريكاردو مسكاتيلي أنه دايما في بعض المشاكل الورقية أو اللوجستية أعتقد أن هي في المتناول دايما أن إحنا نقدر نعملها ونقدر نشتغل عليها خلال فترة دي فلما يكون فيه أخين بتبقى إنها الإجراءات أسهل بشكل كبير ريكاردو مسكاتيلي يا كريم هو العيد موليدي لألفين واربعة يعني عنده 18 سنة في وقتنا الحالي ريكاردو مسكاتيلي نشأ ونشأته كلها وتكوينه كله في إيطاليا انتقل لجونوا وهي المحطة الأهم في مسيرة الصغيرة لعبة عنده 18 سنة انتقل للمحطة الأهم لفريق جونوا جونوا من الفراء المحترمة في إيطاليا من الفراء الواصل خاصة في مراحل قطاعات الناشئين وخليني أقول لك أن فرقة جونوا في ظل وجود عمالقة إيطاليا قدر أن ياخد الدوري في وجود ريكاردو مسكاتيلي عشرين 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 واحد وعشرين بعد ما انتقل ليهم بسنتين شارك مع الفريق وقدروا ياخدوا لقب الدوري الإيطالي للفئة الثنية تحت 18 سنة كلام ده من سنة ونص فالعيد بيشترك في فريق قوي على صعيد الفئات السنية نقدر نجيبه موارد الألفين واربعة أعتقد أنه لعيد مبشر جدا 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 يا كريم والفين واربعة يعني نقدر يكون متواجد في منتخبنا الألفين وثلاثة اللي بيقوده كابتن محمود جابر بمنتهى السهولة إلا ما يكون في المنتخب الأوليمبي كمان عايزوا الحاجة جنوة بس للناس اللي متعرفش جنوة في إيطاليا شبه لإسماعيلي زمان صحيح يعني قطاعات النشيين بتاع الإسماعيلي زمان صحيح اللي هو إيه ده الكنز اللي الناس كلها بتدور فيه فجنوة في إيطاليا ده الكنز اللي كل الأندية في إيطاليا بتدور فيه فكونوا إنه هو بيلعب في شباب جنوة فده معناه إنه هو لعب جامد جدا متأسس كمان كويس قوي لأنه معهم دلوقتي بقى له أربع سنين ونشأته تكوينه وهو عنده النهاردة بنتكلم على 18 سنة منهو عنده 14 سنة وهو بيلعب في جنوة وخد معهم الدوري بيلعب في مركز الزهير الأيمن ولما نيجي مركز الزهير الأيمن يتقلب علينا الأحزان وللاقي إن إحنا ما عندناش زهير الأيمن دلوقتي قادر إنه هو يثبت نفسه ويثبت نفسه في التشكيل المنتخب مصري الأول هاي مش المنتخب بس مش المنتخبات كمان منتخبات الفانتسيني دا زهير الأيمن آه دا زهير الأيمن هاي ريكاردو موسكتلك هاي